موسيقى أسيادة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد أكد جارة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيس مجلس الأعيان وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان في المجلس أن الإصلاح المالي يجب أن يكون برنامجاً وطنياً بامتياز وأن يوجه لحماية الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود معرباً جارته عن أمله في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يشجع نمو يحمي الطبقتين الوسطى والفقيرة وشدد جارة الملك على أنه لا يمكن للسمرار بتحميل المواطن عبء الإعفاءات والدعم الذي يستفيد منه غير الأردنيين الذين يقارب عددهم في المملكة نحو أربعة ملايين شخص وأن المواطن الأردني تحمل الكثير ولا يمكن أن نستمر بتحميله كلف اللاجئين فلا يوجد دولة يسهر عليها أن تدفع ما يعادل ربع موازنتها للاجئين وقد صبر الأردنيون كثيراً وأكد جررته أننا نعي تماماً حجم التحديات التي تواجهنا في المرحلة القادمة ولكن لا بد من مواجهتها حتى نضمن أن تكون الأعوام القادمة أفضل وأسهل على المواطن نناقش في حلقة اليوم لحقيقة الموضوع الاقتصادي وضرية الدخل ورفع الدعم وتوجيه الدعم لنصح التعبير وموقف النيابي من كل ذلك مع ضيفينا كل مننا دكتور خيراً مصاليك رئيس لجنة الاقتصاد النيابية أهلاً بك شرفت أهلاً وسهلاً بك والخبير المصري في الأسابة التعقل أهلاً بك شرفت شكراً دكتور خيراً أبدأ منك حقيقة والحديث الملكي اليوم ليس الأول وهي المرة الثانية خلال فترة قصيرة يشد جارة الملك فيها على دورة حماية الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود ونتحدث عن خطة حكومية لتنفيذ برنامج إصلاحي بدأت العام الماضي وتستمر وحديث عن ضريبة الدخل وحديث أيضاً عن توجيه الدعم للمواطن بعيداً عن السلاء ماذا لديكم معلومات حقيقة حول هذه الأمور وكيف تقرأ التصليحات الملكية يعني أولاً مساء الخير أخي محمد لك ولجميع الإخوة المستمعين وبكل تأكيد جلالة الملك يتحدث بوضوح وهو الأقرب إلى نبض المواطن ويعني دائماً ينتصر إلى الطبقات الفقيرة والطبقات المتوسطة جلالة الملك هذا الحديث الثاني له خلال فترة قصيرة جداً الحديث الأول كان في كتيبة المظليين في لواء الأمير حسين وتحدث مع قادة الجيش تقريباً في نفس المحاور واليوم هو الحديث الثاني لجلالة الملك نحن دولة أصبحت دين العام لدينا ما يتجاوز 95 واحد بالعشرة منسوباً إلى الناتج الإجمالي المحلي نسبة البطالة تتجاوز 18% لدينا عدز في الموازنة والحقيقة لا يمكن أن نبقى سخيين في تبرعنا لأربعة ملايين شخص غير أردني يعيش على الأرض الأردنية أربعة ملايين شخص غير أردني يأخذون الخبز المدعوم ويأخذون الماء المدعوم ويأخذون الكهرباء المدعومة والحقيقة يعني آن الأوان أن نتحدث بوضوح وصراحة حول هذا الموضوع ولذلك يأتي التوجيه الملكي حول عادة توجيه الدعم للمواطن الأردني ونحن دائما كنا نتحدث عن ضرورة أن يكون الدعم للمواطن وليس على السلعة لا يجوز أن يبقى السلعة مدعومة بل يجب أن يتم دعم المواطن والمواطن الفقير والمواطن المحتاج أيضا قانون ضريبة الدخل كان هناك حديث كبير حول هذا القانون وتعديلات محتملة وسنياريوهات كثيرة ونحن منذ اللحظة الأولى في مجلس النواب وعلى لسان جميع زملاء النواب ورهيس المجلس ورؤساء الكتل كان أننا سوف ننحاز إلى المواطن وهذا ما أكد عليه جلالة الملك في حديثه السابق وفي حديثه اليوم أن ضرورة سبح لي أقاطعك دكتور خير سنتابع الآن جزء من الحديث الملك حول هذا الموضوع تحديدا نتابع سوية وثم نواصل الحوار في البداية حبيت أشكر جهودكم كأعيان بالنسبة للدولة الاستثنائية ودوركم الكثير إيجابي اللي مشت عدد من القوانين وخاصة لما نحكي على تحديات القضاء أعطق بالجزء هم إشيء أمامنا اليوم الوضع الاقتصادي لأنه اليوم كل الضغط على كتاف مواطنيننا أنا بوجهة نظري أن الأردنين تحملوا كثير أكثر من لازم بالنهاية عنا 7 مليون أردنين تقريبا وعنا 4 مليون أجانب ليش الأردنين يتحمل الأربع مليون لما بظل أحكي للغرب أنه 25% من الموازنة بتروح لدعم اللاجئين 25% يعني كثير دول غربية بيحكوا ما شاء الله عليكم يعني كيف أنتم قادرين تنجحوا بهذا الأسلوب فالتحديات أعتقد بالمستقبل ولازم يكون في حوار وتنسيق منه جميع يعني نحن كنا على نفس الموجة لكن إن شاء الله البرنامج بيورجي الأردنيين أنه الأولوية حماية الطبق الوسطى والفقرة أعتقد أيضا أنه اللامركزية فرصة لتحسين المحافظات وكيف نحن نجيب دعم لهم وكيف هموا بيقدروا يوضحوا شو المطلوب من مؤسسات حكومية أو من العالم إنساء المحافظات من الشمال للجنوب كان هذا جزءا إذن من الحديث الملكي اليوم خلال لقاء جالة الملك رئيس مجلس العيان وعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان في المجلس أعذرني على المقاطعات أفضل الدكتور أبدا يعني إحنا الحديث الذي يتحدث به جلالة الملك ويتحدث في صلب برنامج الإصلاح المالي الذي تتبنى الدولة ولا أقول الحكومة وبعتقد أنا الأوان أن نتحدث حول الحقائق وبشكل واضح وبدون مجاملات ربع الموازنة لدينا تذهب إلى غير أردنيين السلع لا بد أن نتحدث عن دعم المواطن وليس عن دعم السلع ونحن هنا نتحدث عن إعادة توجيه الدعم ولا نتحدث عن انسحاب للدولة من واجباتها تجاه دعم المواطن وفي كل الأحيان وفي كل المرات نعيد التأكيد على حديث جلالة الملك بعدم مساس الطبقة الفقيرة والمتوسطة ولكن أيضا هنا يبرز سؤال مهم جدا أنا اللي بدي أسألوا المرة هاي ما هي الطبقة الفقيرة والمتوسطة لأنه آخر دراسة عندنا كانت 2010 صدرت عن وزارة التخطيط وبعدك معناش أرقام واضحة أنا سأجل هذا الموضوع تحديدا أنه هذا موضوع ما هي الطبقة الوسطى وإحنا سألنا أكثر من مرة ونحتاج إجابة دقيقة عليه حتى نعرف القيم من مرحلة المقبلة كيف سيكون الدائل حكومي تحديدا في هذا الإطار وأنا هون أسمى فلح سؤالين الأول موضوع توجيه الدعم والدعم المواطن حتى نحمي الطبقة الوسطى والفقيرة كيف تقرأ هذا الأمر بداية وكيف تقرأ مجمل المشهد الاقتصادي الأردو اليوم بداية جلالة الملك الواقع يطرح مفهوم مختلف جدا لموضوع معالجة العجز عن المفهوم التي طرحته الحكومة حيث كانت الحكومة في المرحلة التي تفكر بزيادة الضرائب بطريقة يعني فيها كثير من الضغط على موارد المواطنين وتشكل عبئ لا يستطيع حمله لأنه كل مرة الدولة تلجأ إلى زيادة الضرائب حتى أصبح العبئ ثقيل ولا يستطيع الإنسان العادي أن يتحمله موضوع توحيد الدعم أنا من الناس اللي بأيدوا إزالة كل أنواع الدعم مهما كان الحكومة تتمع بـ 52 مليون دينار للدعم سواء بتحكي عن دعم الخبز بتحكي عن دعم الأعلاف بتحكي عن دعم أنا باعتقادي مثلا دعم دعم الأعلاف مين المستفيد منه المستفيد منه أنا باعتقادي بعض الفئات يعني أنت لم يؤثر هذا الدعم على أسعار اللي حوم في البلد لأنه المواطن يعني بيفكر على بداء المختلفة طلبة فيه هناك لحم سعره نصف سعر اللحم البلدي الناس بتتجه إله فأصبح روح من الترف إنك أنت تاخد اللحم البلدي اللي هو مدعوم رغم ذلك ضعفه ضعف السعر المشهد الاقتصادي صعب المشهد الاقتصادي يعاني من عدة مشكلات مشكلات تردي نوعية الخدمات الحكومية سواء بتحكي على مستوى التعليم على مستوى الصحة على مستوى النقل على مستويات عدة ثانيا المشهد الحكومي يعاني من عجز متزايد أو الموازنة تعاني من عجز متزايد ميزان مدفوعات يعاني من عجز متزايد فلذلك إحنا عندنا نوع من العجز الثلاثي في ميزان المدفوعات وفي الموازنة العامة للدولة فبهذه الحالة هذا يشكل يعني خلنا نقول وضع اقتصادي صعب فالحكومي أمام مواجهة هذا العبع وما هي الوسائل أنا باعتقادي أنه المشكلة في الحكومة هي مشكلة الإدارة المالية أنا شخصيا لا أعتقد أنه الإدارة المالية للدولة تسير بالشكل الذي يجب أن تسير يعني طريقة تقليدية ليس فيها إبداع ليس فيها تطوير ليس فيها تغيير ليس فيها بدائل البديل الواحد أن نذهب ونزيد الضرائب وهو الطريقة الأسل هل فكرت الحكومي في بدائل أخرى هل فكرت في تخفيض نفقاتها بشكل جدي دراستيك ميجر لتخفيض الضرائب هذا حقيقي ملموس هل قامت بذلك هل قامت الحكومي مثلا بالنظر إلى المؤسسات المستقلة التي سمعتنا مئة مرة أنها بدأت تضمهم لمؤسسات أخرى وبالتالي لم يتم شيء هل قامت الحكومي بمحاولة إعداد موازنة متوازنة نحن الآن في بوعد إعداد الموازنة الآن الموازنة الجديدة ستزيد بكمان حوالي 7.8% عن الموازنة عام 2017 كيف سيتم تدبير العجز الذي ستخلقه هذه الموازنة لماذا فكرت الحكومي أن نطلع على الواردات ونقول هذه وارداتنا ونخصصها للإنفاق في المجالات المختلفة هل حاولنا أن نعذب ميزانية من نقطة الصفر حتى إحنا لا نكرر النفقات غير الضرورية اللي كل سنة بتتكرر بالموازنة وبتسبب العجز أنا باعتقاد الحكومي لم تقم بالواجب الذي يجب أن تقوم به فيما يتحلق في الإبداع المالي ولا فيما يتعلق السيطرة على النفقات وحتى الإيرادات فيه هناك ضعف في التحصيل تعترف فيه الحكومي يتمثل في التهرب الضريبي يتمثل بإعفاءات كثيرة وهذا سبب آخر لتفاقم مشكلة العجز وهو أمر لا نستطيع أن نستمر فيه حتى لأي سنة أخرى جديدة يجب أن نحسب أمورنا واضح أنا دكتور وحقيقة بدي أستعرض جملة من الضرائب اللي نتفحها كأردني إحنا عنا ضريبة دخل بين ضريبة أرباح وضريبة أفراد هذه جملة من الضرائب في ضريبة الدخل تندرج تحتها أربع ضرائب أخرى إذا صح التعبير عنا ضريبة أجور وضريبة أفراد وضريبة أرباح وضريبة الرواتب عنا أيضا لحقيقة ضرائب جمركية يتفحها الأردني هذا واقع ضريبة تعرفة ضريبة أمانات تأمينات ضريبة مبيعات وضريبة غرامات أيضا لدينا جملة نتحدث عن الضرائب يتفحها الأردني ضرائب إضافية عندنا عقود تأمين عليها ضرائب رخص السيارات والسائقين ضريبة فنادق والمطاعم كميات كهرباء المستهلكة مستوردات الجمركية معاملات دائرة الأراضي والمساحة ضريبة تذاكر السفر رخص سيارات والسائقين وضريبة مغادرين أيضا لحقيقة هناك ضرائب ورسوم يتفحها الأردني اليوم عندنا رسوم تسجيل الشركات المحاكم الشرعية المحاكم النظامية تسجيل الأراضي جوازات السفر الأحوال المدنية والخدمات القنصرية أخيرا هناك ضرائب بلديات وأمانة عمان من عوائد محروقات وأبنية ومهن ومسالخ مواقف سيارات لوحات إعلانات عقد إيجار رخص بناء نفيات منازل سوق مركزي استيراد وتكاليف تعبيد وتسفيد هاي لسه هذول ناكسين إذا بنحكي الصحر هاي كلها ضرائب يتفحها الأردني اليوم ظل ممكن يتفع كمان ضرائب بعد كل هذا الكلام إذا بدك أي ورقة تأخذها من الحكومة بتتفع عليها رسوم ماذا تبقى أكثر من ذلك يعني ماذا يملك الأردني يوم أنتم مجلس النواب أنتم مسؤول ما تحدث فيه الأسابة مفلح بوضوح أنه الحكومة قصرت وهنا حكما النواب قصروا عشان نحط لأننا عندوا أقرة الموازنة صحيح؟ هذه الضرائب يتفعها الأردني شو يتفع كمان؟ طيب يعني بداية بدي أرجع بس على موضوع الدعم لأنه حكى الأستاذ مفلح كلام الحقيقة ربما يعني أتفق في كثير مما قاله لكن في جزئيات مختلفة يبدو أن هناك تباين في وجهات النظر أنا لست بالمطلق مع إزالة الدعم وهذا أمر لا نقبل به نحن ممنع مع إزالة التشوهات على الدعم والحقيقة أن الدعم وجد في مرحلة من المراحل بهدف خلق أهداف تنموية تقررها الدولة لكن إذا الأهداف التنموية مورا الدعم ما تحققت هنا بالنزيل التشوهات المرافقة لهذا الدعم وعلى سبيل المثل بدأ استخدم نفس المثال استخدمه الأستاذ مفلح في موضوع دعم العلاف للمزارعين وأنه ما انعكسش على أسعار اللحوم لا انعكس على أسعار اللحوم بدليل أن اللحوم تباع وفي شهر على عيد الأضحى الماضي بيعت اللحوم في كل أسواق الأردن بأقل من التكلف الحقيقي وأنا نائب منتخب وحصلت قائمتي على أعلى عدد أصوات في المملكة الأردنية الهاشمية وقريب من الشعب واستطيع أن أشهدنا جزء كبير من المزارعين ومن تجار المواشي وفكرون جديا في بيع مواشيهم بل بالعكس قام ببعضهم ببيع المواشي في إشارة إلى انخفاض كبير على أسعار اللحوم للأحمن البلدي وبالتالي يعني الحقيقة الدعم نحن أنا شخصيا مع الدعم لكن مع إزالة التشوهات مع الدعم بحيث يذهب هذا الدعم إلى أردنيين ولا يستفيد منه غير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية هذا ابتداء يعني هل أنت توافق على أن يكون الدعم متزامن مع الإعانات الاجتماعية التي تعملها الدولة؟ يعني أنت تتعم الفقراء بمبالغ نقدية هل ضروري أنك أنت برضو كمان تتعم سلعهم زي الخبز مثلا؟ هذا نوع آخر من الدعم الدعم الذي تقوم به الدولة من خلال صندوق المعونة الوطنية الفقراء هذا الشيء والدعم الذي تقوم به الدولة بهدف خلق أهداف تنوي شيء آخر بمعنى أن الدولة في مرحلة من المراحل أو الحكومة في مرحلة من المراحل قامت بعطاء عفاءات كبيرة لتكنولوجيا المعلومات بهدف زيادة مشاركة هذا القطاع في الناتج الإجمالي المحلي وبالتالي حكاية الدعم أنا مع إزالة التشوهات فيها ومع إعادة تنظيمها بحيث يذهب الدعم إلى الأردنيين وليس لغير الأردنيين على أن يترافق ذلك مع خلق أهداف تنموية تصب في النهاية في زيادة الناتج الإجمالي المحلي ومساهمة القطاعات المستهدفة في الناتج الإجمالي المحلي هذا نحن إحنا عم نمزج بين نوعين من الدعم الدعم على شكل إعفاء ضريبي والدعم على شكل دفع نقدي أنا ما تعرضت لموضوع الإعفاءات الضريبية لبعض المنتجات لأجل مساعدتها على النمو لأنها في مراحل مبكرة من العمر أنا قصدت الإعفاءات أو الدعم النقدي زي إحنا قلنا الأغنام يدفع لها دعم أكثر ما يدفع للجامعات هل هذه عدالة؟ الجامعات بتعاني مشكلة من مرة أخرى أنا مع إزالة التشوهات فيها الدعم وأنا بأعترف أنه في وجود تشوهات فيها الدعم وأنا أعترف وجودها التشوهات أقول قابل نشير الدعم ونبقي على بعض السلاح أو بعض المنتجات أنا مطلقا أنا لا هو بيقول بإزالة الدعم مطلق مطلقا وأنا اللي بحكي لا أنا الحقيقة بقول في المرحلة الحالية لا إحنا بنعترف مين عندنا في المرحلة الحالية يستبدو دعم؟ أنا بأعترف وجود في المرحلة الحالية أنه في بعض تشوهات فيها الدعم لكن الحقيقة واجبنا أنزيل هذه التشوهات بحيث تدهب هذا الدعم إلى مستحقي ويخلق الأهداف التنموي إحنا ليش دعمنا مثلا للأعلاف في مرحلة من المراحل حتى نزيد الإنتاج الحيواني ونزيد مساهمة الأردن في هذا القطاع ليش أنهم دعم العلاف؟ ما هذا من ضمن صدرات المبالغ التي تدفع لهم إياها دعم أنت عم تعطي بصاري لكي يصدروا هدول وبالآخر هم الرابحين هدول اللي بيحققوا لأنه الموضوع يتعلق بتشغيل الأردنيين ويعني بتركيا بيعطوا صبسدي للصناعة بيدفع من جبتهم الأتراك للصناعة في مقابل تشغيل الأتراك أنا اللي بحكي كما يعني أنه هناك تشوه في الدعم ويجب إزالة هذا التشوه لكن يجب أن يذهب الدعم إلى مستحقين بمعنى اليوم الخبز مثلا الخبز ماد مدعوم أنا مع إزالة تشوه في دعم الخبز وأن لا يستفيد غير الأردنيين للمقيمين على الأرض الأردني أنا عندي أربع مليون شخص غير أردني يستفيد من هذا الدعم أنا مع إعادة توجيه الدعم بحيث يذهب إلى الأردنيين ولا يستفيد منه غير الأردنيين اسمح لي أنا في هذا الموضوع بدي أطلع فاصل بلن نعرف كيف سيتم إعادة توجيه الدعم إذا نحكي عن إعادة توجيه الدعم بس أنا جاوبك على الضريبة والوعاء الضريبة رح نيجي على الضريبة ورح أرجع كمان مرة أستعرض أنا ويجي الضرائب المتفحة أردنيين فاصل قصير ومثل ما نواصل 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 لحوارنا وضيفنا الكرام ودكتور خير أنت عندك موضوع ضريب كنت تحكي عنه وكنت تحكي عن توجيه الدعم وقبل أن تكمل حوارك بس بدنا نسمع أراء المواطنين بموضوع رفع الدعم عن الخبز تحديداً نتابع سوقيته نحن في عندنا المواطن المقترب بين سوريا وعراق ومصري بحصل على الدعم مثل أردن لا أنا مع التوجه أنه وجهه على الراتب أو بأي طريقة بشوى مناسبة أنا مع دعم الخبز لكن هناك في أزمة ثقة ما بين الحكومة والمواطن في كيفية الدفع ففي المرة السابقة كنا مع دعم الخبز ودعم الكاز والمحروقات أربع خمس شهور ووقفوا الدعم نهائياً ضدت التوجه الحكومي يعني لأنه جربناها في أكثر من مرة وجربناها في المحروقات المرة اللي مضت وما كانت ناجحياً إذا الحكومة جادة أنها تقدم للدعم بدل رفع الدعم عن الخبز المواطنيين إحنا معاهم إذا الحكومة مش جادة لا يعمل يخلي الخبز مكانه قد تكون الحكومة تدعو الانتفاضة الشعبية عليها عبر هذه الوسيلة من رفع الأسعار رفع أسعار الخبز وزالة الدعم ولكن من وجهة نظر أخرى قد تكون هي جس نبض للشارع الأردني في رفع أسعار سلع أخرى مقابل أن يبقى سعر الخبز مثل ما هو المواطن الأردني كفل اللي الآن اللي حاصل معه يعني من زيادات لا كهرباء لا ماء لا 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 يعني لا جميع الأشياء فأتمنى أنه يتقى الله تتقى الله الحكومة الأردنية في المواطن الأردني والمواطن الأردني يعني هات قوت شعبي يعني هات خبز أشيء أساسي خبز أنا بتمنى من الحكومة أنا لا تقرب عليه نهائياً ولا تمسه لأنه هو قوت المواطن اليومي في ناس حتى مش ملاقى توكي للخبز فأتمنى من الحكومة تعدل قرارها وما يترفع نهائياً الدعم الحكومي عن الخبز الدعم الخبز أحسن لإلنا عشانه في ناس كثير أصلاً لو يصووها مادياً يعني عن طريق البنوك وكذا إنه واحد يعني 80% من الناس أصلاً ما رح يأخذوا هالدعم تبحم وكذا صووها قبل هالمرة الدعم ناس كثير أصلاً ما أخذت مصاري دكتور خير تجارب سابقة سيئة آلية توجيه الدعم غير معروفة وهذا المبهى من صح التعبير لدى المواطن يثير قلقه بكل وضوح لأنه جربنا الدور وجربنا البنوك وصفينا على الدور وبعدين شهر شهرين وقفنا وفيه كثير دعم تم توجيهه في السابق واختفى صحيح المواطن سيدي مع حق المواطن بتحدث عن تجارب سابقة وأنا بعترف أنه فيه خلل في منظمة الثقة ما بين المواطن وبين المؤسسات سواء حكومة أو مجلس نواب أو مجالس أخرى فيه فيه مشكلة في موضوع الثقة لكن الحقيقة أن بقاء بيع الخبز بهذه الطريقة خلل كبير جدا ونحن ندفع ثمن الخبز من ضرائبنا ونقدمه لغير الأردنيين هناك أربع مليون غير أردني على الأرض الأردنية بيأخذوا خبز إحنا بندفعه من ضرائبنا ومنجابنا الكلام في هذا الموضوع البطاقة الجديدة الصادرة عن دارة الحوال المدنية اللي ممكن استخدامها البطاقة الذكية اللي مفروض أنه صممت بهدف يعني يكون هناك أهداف من وراءها مثل العملية الانتخابية ومثل موضوع دعم الخبز وغيره وهذا بيقدر ينزل على يعني يخوضه من البنك كل أخي الشهر أو أنه ينزل على الراتب إذا كان هناك راتب بتقضى سواء من التقاعد مدني أو عسكري أو موظف على رأس عمله أو فيما سوى لكن الحقيقة بالنهاية يجب أن يذهب الدعم للمواطن وليس إلى السلعة وانا شفت استمعت أنا وحضرتك والمواطني للأراء كلهم التفقين على أن بقاء الدعم بهذه الطريقة مشكلة لكن السؤال ما هي الآلية حتى ننقل هذا الدعم إلى المواطن المستحق في قصص ثابقة كانت يعني الحقيقة مثابة يعني انعدام ثقة ولابد أنه نصل إلى طريقة ننقل هذا الدعم إلى المواطن بحيث نضمن أن يكون هذا الدعم مستمر ودائم ومن غير انقطاع ومن غير منهين كرامة المواطن الأردني نوقف على الدور ونقوله تعال هون وتعال هون راجع لك عن موضوع الضريبة لأني ما رح أنساه وهون نفلح رأيك بما تحدث بهيدكتور خير توجيه الدعم والثقة لدى المواطن والخبز تحديدا يعني فيه بعض اليوم وصلتنا بعد الرسائل بتقول يا أخي هم ما عندهم هش سلافة غير سلافة الخبز خليهم يرفعوا الدعم الخبز ونشوش بيصير مهم كلهم خمسين مليون كلهم الخبز خمسين مليون أنت واقع أشرت على دعم سابق واختفى أنا بعتقد أنك بتقصد البنزين في هذا الموضوع الواقع كانت يعني توازي فير جيم يعني من الحكومة ما لغت الدعم إلا لما نزل سعر البترول عن 60 دولار وكانت الحكومة في هذه المرة يعني على حق أما موضوع دعم الخبز أنا أنا باعتقادي أنه يجب أن يلغى الدعم وكل أنواع الدعم لأنه أولا إحنا في وضع صعب من الناحية المالية ومن ناحية المديونية ما يعني ما عندنا الموارد اللي نقدر نهدرها بطريقة غير عقلانية أو غير رشيدة مثلا زي ما قلنا أنتوا على الخبز اللي حكى الدكتور هلا أنه مهملين الخبز الخبز بيطعموا بعض الناس للغنم الخبز يستعمالوا لأنه سعره رخيص فأنا باعتقادي أنه وقف الدعم للخبز هي عملية تفيد الخزينة الأردنية لكن لا تضر للمواطن لأنه سيتم تعويضه عنه يعني كمان أنت ناحية أنت اللي رح ياخده تعويض الخبز هم فئة محدودة يعني رح يكون التوفير في الحكومة كبير يعني رح يصير تقريبا بقوله أنه رح يصير سعر الخبز 35 أرش بدل 16 أرش وهذا ارتفاع كبير لكن تقديريا إذا ما رفعنا معلش سبحانه هاي معلوم مهم تقديريا إذا ما أقرينا أو أقرت الحكومة أن صح التعبير أنها تريد رفع الدعم عن الخبز سعر الكيلو سيرتفع من 16 قرش إلى 35 إلى 35 أنت بتعرف لغاية الآن قديش دعم الخبز من أول السنة 170 مليون دينار يعني أنه مبلغ كبير وفي منه هدر وفي منه يذهب إلى جهات غير مستحقة فإذا رشدنا أنا باعتقادي ستنخفض التكلفة من 170 مليون دينار تكلفة دعم الخبز إلى 30-40 مليون دينار لأنه أصحاب الدخول المتوسطة واصبحت الدخول العالية لن يستعملوا أو لن يستفيدوا من الدعم يستفيد منه الطبقة الفقيرة الطبقة الفقيرة اللي إحنا عم بنقول عنها أنها تشكل 20% من السكان على عكس توقعات الحكومة الحكومة بتقول 14% الواقع يعني تقارير البنك الدولي بتقول أنه الفقر في الأردن 20% وليس 14% والحكومة عملت في 2012-2013 عن الفقر وما نشرت النتيجة 13-14 13-14 وما نشرت النتيجة لأنه يبدو لأنها النتيجة كانت مخيبة للأمال أو مخيبة للتوقعات وحتى اتهمت دائرة الإحصاءات بأنها استعملت منهجية غير سليمة في إخراج النتائج أنا باعتقادي أنه الآن يعني إحنا على باب تحولات اقتصادية حامة يجب أن نقوم فيها يجب أن يكون هناك نوع من المسح السكاني فيما يتعلق بالدخول وفيما يتعلق بأنماط الاستهلاك وفيما يتعلق بالأجور والتكاليب لأنه كل الدراسات اللي عندنا بتقول أنه المواطن الأردني مواطن فقير لا يستطيع أن يتحمل ضرائب 85% من الأردنيين رواتبهم أقل من 500 دينار وفي عندك أنت فئة الفقيرة لا يتجاوى يعني 700 دينار للفرد للفئة الفقيرة خط الفقر 700 دينار يعني أسرة مكونة من 6 أشخاص بدها 4200 دينار يعني بدها يشتغلوا 4-5 في الأسرة حتى يقدروا عيلوا حالهم إذا قدروا 4-5 وإذا قدروا وأنت مع البطالة اللي عم بتقول الحكومة 18 نص ولكن إذا طلع حواليك بتلاقي التقدير الفعلي أكتر من 18 نص فإحنا الواقع نعاني من مشكلات عدة يجب أن يكون هناك سيرجيكال سترايك يعني عملية جراحية ما يعني تترك ثغرات حتى نقدر نعيد ونحط وضعنا على المسار الصحيح والمواطن يشعر بذلك ما يشعر أنه إحنا عملنا برضو مرة أخرى بمواطن ومنقول السنة وسنة الجاي لا يجب أن يشعر المواطن بسرعة التنفيذ باتخاذ الإجراءات لأنه البديل أنا باعتقادي رح يكون مؤلم إذا لم نسر بطريق الإصلاح وما بقصد بالإصلاح هو زي ما بدها الحكومة فرض ضرائب أنا بقصد بالإصلاح هو إعادة هندسة الموازني إعادة هندسة الدين العام إعادة الموازني إلى وضع التوازن تقريبيا إعادة هيكلة الديون القصيري إلى ديون طويلة إصدار سندات تخفف الضغط عن سيولة الحكومة فيما يسمى بزيرو كوبون بونس هدول ما بيكون عليهم فوائد في المراحل الأولى كلها بتندفع بالآخر بتنباع بسعر مخصوم هذه زيرو كوبون بونس بتعمل رليف للحكومة على تدفقها النقدي في الفترات القصيرة نعم هذه القضايا هذه حلول تقدم للحكومة يمكن لها أن تتعامل معها وأنا بدي أذكر مرة أخرى بما تحدث به الخبير الاقتصادي والمصري في الأستاذ الحقل بأنه إذا ما تم رفع الدعم عن الخبز أو توجيه الدعم الخبز حتى يكون أكثر دقة لأنه ما في رفع دعم في توجيه دعم سيكون سعر كيل الخبز 35 قرش بدلا من 16 قرش وهنا أستاذ خيب بدي أروح للضرائب وراح نستعرضه مرة أخرى على الشاشة الضرائب يتفحل أردني وليوم ضريبة الدخل تحديدا هي اختصاص لجنة كومنياتي وما عندنا معلومات باستثناء ما سرب من مشاريع حكومية حول هذا الإطار وهو ما تم نفيه لاحقا ولو نريد أن نصل لمعلومة دقيقة فإذا عندك معلومة دقيقة على القانون ضريف الدخل التي تضعنا بصورته خصوصا أن رئيس الوزراء يؤكد أنه ما في تعديل على قانون ضريف الدخل الأفرد طيب إحنا بس لما بنحكي عن عادة توجيه الدعم وحكى الأستاذ مفلحة كاستخدم تعبير أنه في عملية جراحية نحتاج لها إحنا مشان ما نخوف المواطني إحنا بنقصد أنه إعادة توجيه الدعم وليس إلغاء الدعم وهالمبلغ اللي بدفع المواطن على الخبز إحنا بنا نعطيها بطريقة ثانية فهو العملية إن شاء الله يعني نتفق مع اللي بحكي الأستاذ مفلحة لكن من غير ما يكون هذا ضخير ما في إصلاح بدون ألم لا يتوقع أن المواطن أنه يكون كلسي على ما يرام بس إحنا ما بدناش الألم يصيب المواطن الفقير وبدنا العملية هي من غير الضحايا وإحنا دائما بنطلع على نحن مواطن الفقير والمتوسط وهذا اللي حكى جلالة الملك لهم نحن نعيد نتأكيد عليه حيث نعيد توجيه الضرائب اللي بنتابعها الآن على الشاشة شو ما زيد عليها وشو ما نعرف عليها نعم لما نتحدث عن ضرائب أنا بأعتقد في الوضع الحالي لا يجوز الحقيقة فرض مزيد من الضرائب لأن هذا يضر ببيئة الأعمال وهذا يقلل من القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي بيئة الأعمال قد تصاب بنوع من أنواع الضمور ودائما لابن نتفرج عن الضرائب لازم نتفرج على مجمل الوعاء الضريبي المواطن يدفع ضريب الدخل وجمارك وضريب خاصة وضريبة مغادرة بالمطار وعدد كبير من الضرائب فبقاء الحديث إن 97% من المواطنين لا يدفع ضريب الدخل العقيقة هذا كلام مجزوء ويجب النظر إلى مجمل الوعاء الضريبي فيما يتعلق نعم نقوله لكل حكومة وقلنا قبل التسريبات اللي طلعت أنا من شهر اثنين كان عندي تصريح وتحدثنا بوضوح وصراحة في هذا الموضوع وبإمكانك تلجع على يوتيوب وعلى المواقع وتشوف تصريحات لجنة الاقتصاد والاستثمار مش أنا لحالي كل اللجنة كانت تصريحاتها منذ شهر واحد لليوم إنه إحنا لا نريد تحميل أعباء ضريبية إضافية للمواطنين وإحنا لما سوينا قانون ضريبة الدخل خليني أذكرك أخي محمد أنه قانون ضريبة الدخل نشر بالجريدة الرسمية بـ 3012-2014 وبدأ تطبيقه بـ 1-1-2015 وأن الإقرارات التي صدرت بموجب هذا القانون قدمها المكلفين بشهر 4-2016 وأنه لغاية هذه اللحظة اللي متحدث أنا وياك فيها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بتدقيق الإقرارات حتى نهاية عام 2013 يعني إقرارات 2014 و2015 و2016 مش مدققة فالحديث عن الأثر المالي لقانون ضريبة الدخل الحالي يبدو ليس دقيقا لأن الإقرارات التي صدرت بموجب هذا القانون لم تدقق بعد ومن باب الاستقرار التشريعي إحنا بننصح بعدم المساس بهذا القانون لكن اللي بتحكي الحكومة تريد أن تتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون نحن لغاية هذه اللحظة لم يصلنا أي شيء أي مشروع قانون بمجلس النواب وإن وصلنا مشروع قانون بمجلس النواب نحن نعد أن ننحاز إلى المواطن إحنا هنا نتحدث عن شخصين نتحدث عن الشخص الطبيعي ونتحدث عن الشخص الاعتباري الشخص الطبيعي لليوم العفاء له للشخص الطبيعي للمكلب 12 ألف دينار و12 ألف دينار للمعالين هذا اللي حكومة اليوم قالت على لسان رئيس الوزراء إنه لن يمس وحتى لو الحكومة غيرت في القرار في القانون للنواب وهذه صلاحية منحها الدستور لمجلس الأمة ونحن نعد بالانحاز إلى المواطن وإنه ما يكونش تعديل على حد الإعفاء للشخص الطبيعي وهذا كلام نتحدث أمامك الآن عبر شاشة رؤية ونحن نلتزم به لكن من حاسبك على إيه طبعا كل تأكيد هذا كلام مسؤول إحنا متحمل مسؤوليته ونتيجته إنه كثير ولكن إحنا شو اللي بنحكيه بنقول إذا جاء تعديل يستهدف تغليض العقوبات على المتهرب ضريبيا بأعتقد أنا وإنت والأستاذ بفل العقوب والمواطنين متفقين على هذا الكلام إذا جاء التعديل يهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة الضريبية إحنا ويأكل الجميع متفقين عليه إذا جاء التعديل يهدف إلى نقل عبئ للإثبات من المكلف إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نحن كلنا متفقين عليه وبالمناسبة اليوم كان في حديث عن نقل عبئ للإثبات خليني أذكر كذكر للإخوة المشاهدين أنه بقانون ضريبة الدخل 34 سنة 2014 اللي قررناه في نجس النواب السابع عشر المادة 34 باء قالت أن عبئ الإثبات يكون على مدير الدائرة دائرة الدخل والمبيعات وعلى المدقق وليس على المكلف وهذا تقدم تشريعي كبير حقيقة كان في قانون 2014 إذا جاء مشروع القانون وكان يستهدف جملة من الإجراءات التي تحت تهدف إلى تحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب الضريب وتغليض العقوبات على التهرب الضريبي نحن بكل تأكيد معها وندعم هذا الكلام وهذا مطلب نيابي قديم لكن نعد بأنه الإعفاءات للمواطن الطبيعي لن تمس أنا بس بدي أقول هون رسالة بعد إذنك أنا جايك سامة في الحبس بعد فاصل قصير وأنا رح أترونك التعليق لكن إن تعليق بسيط لما منحكي بتكون من حسن من نحسن أداء ضريبة الدخل أي أن نحسن أداء عديد المؤسسات داخل الدولاردنية اللي بها تقدم خدمات بناء هذه الضريبة وهي ما بتعملي شيء فاصل ومن ثم نواصل نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام والحقيقة سمفلح عندك تعقيب على ما تحدث به الدكتور خير تفضل ملاحظة الأولى وبشكل سريع بقول أنه يعني ضريبة الدخل الثاني تراجعت خمسين مليون دينار ضريبة الدخل بعدين لما بنحكي عن الضرائب أنا باعتقادي بنا نحكي عن الضرائب بمجملها اللي اتطرق إليها الأخ محمد ما تحصل عليه الحكومة حسب تقديراتها في سنة الألفين وسبعتاش خمسة بليون دينار خمسة بليون دينار يعرض تقريبا تقريبا عشرين في المئة من الناتج المحل الإجمالي وأنا هذا باعتقادي أنه عبء ضريبي مرتفع لللي بقوله أنه العبء الضريبي الأردني خفيف لكن في موضوع التهرب الضريبي هناك تقديرات متفاوتة بين ألف وخمسمائة مليون إلى ستمائة مليون سبعمائة مليون متفاوتة جدا متفاوت نعم فأنا باعتقادي لو يجينا قلنا أنه التهرب الضريبي حوالي ستمائة مليون يعني أنت عندك 3 بليون من دخل الأردنيين لا يخضع لضريبة الدخل فهذا موضوع مهم لا تستطيع أن تلغي التهرب الضريبي 100% أمريكا بعزمتها اللي عندها أشد القوانين في التهرب الضريبي عندها تهرب ضريبي تقريبا 2.5% إلى 3% من الناتج المحل الإجمالي عندها 400 بليون دولار تهرب ضريبي في السن الثغرة الثانية في موضوع ضريبة الدخل هي قضية التسويات أنا باعتقادي إنك منح ضريبة الدخل صلاحية عمل تسويات مع المكلفين هي فيها ثغرة تجذب المفاسد ولا تدرأ أو لا تدرأ الفواز لا تجذب المنافع ولا تدرأ المفاسد أجل شكرا فهذه عملية تفتح المجال لقضايا الفساد والتسويات اللي بتتم من تحت الطاولة يجب أن يكون هناك إما أنت بتدفع ضريبتك كما في الإقرار والصحيح أو أنك تريد تروع المحكمة يجب أن تكون هناك محاكمة خاصة وسريعة للبد في القضايا ضريبة الدخل بعدين بالنسبة للضرائب التهرب الضريبي يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن يجب أن تكون هناك عقوبات على المتهرب ضريبيا والمدقق القانوني اللي ساعد في التهرب أو سكت على التهرب والمحاسب الموجود في الشركة الذي برضو كمان سكت على التهرب وإذا طبقنا هذه طبقنا across the board مش زيد يارث وزيد لا يارث وزيد يحبث وعمر لا يحبث وإذا طبقنا وحبسنا ناس تهربوا من الضريبي شوف قديش نسبة التحسن في الإرادة الضريبية اللي راح يكون يعني يعني أنت في ناس هدول اللي أنا بسميهم بحقق الدخل المتوحش والربح المتوحش هدول ما بدفعوا الضرائب يعني لو أخذت مثلا الموضوع المهنيين وبشكل خاص الأطباء هداك اليوم عملوا سيرفي على شارع الخالدي بدفع شارع الخالدي 75 مليون دينار ضرائب أو حتى كأنه مش شارع الخالدي فيه حوالي 150 ألف مهني أنا باعتقادي أنه هناك منتهى التهرب الضريبي التجارة منتهى التهرب الضريبي فيها فيجب هدول أن يعاد النظر في طريقة التعامل معهم أنا أحفظ ليس يدي أحفظ الأطباء والتجارة حتى الرد وبدأ أسمى بعد إذنكم أراء مواطنين حول الضرائب عموما ورأيهم في رفعها من جديد لا في وقت لا تقلب لدينا وزراء لأننا وزراء لماذا حطين وزراء لماذا حطين حكومة هي الدورة على الحلول المناسبة لألها ليس المواطن الذي يدورها على الحلول تبعتها كل شهر يزيد كل شهر يزيد فإلا في حلول ثانية في كثير أشياء قدامنا إلا يكون لها حلول ثانية غير إنه نحن نفرض علينا ضرائب لا يجوز للدولة في كل مساعي ومناحي أعمالها أن تقوم بفرض ضرائب إضافية أصبحنا نعاني من هذه الضرائب في كل مناحي الحياة على كافة الأصعدة على مستوى أي الأدوية الملابس الطعام أي أمر بالحياة أصبح هناك ضرائب إضافية راتب المواطن الأردني ما بيتحمل أي عبء زيادة على التزامات الموجودة على المواطن الأردني البديل اللي هو تزديد قيمة الفساد الموجودة والقيمة عالية جدا لو قابت الحكومة بتزديد القيم بالسكر العجز أما ترجع لجيبة المواطن المواطن الأردني بطل يتحمل أي عبء على جيبته نهائيا أو على راتبه الله أنا بشكل عام ضد رفع الضريبي لأنه في أي في أي صعيد بدأت ترتفع الضريبي رح تضرع المواطن إن كان على الشركات أو على المصانع بس أنا في حالي وحدة إذا كانت الضريبي بتمس المتعربين من الضراب أنا مع أتوقع رفع الضريبي إذا كان الشر لابد منه والتولي مبطر على الموضوع أنه يراهوا أنه ما يمس للطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة ويركسوا على ضريبة الدخل أكثر من ضريبة المبيعات إحنا كشعب بطن نعث نفكر الصح من الغلط إحنا بدنا نفس يفكر عننا لأنه على كل الجهات إحنا مش حاصين على فائدة يعني دكتور خير يؤكد أنه ما في رفع للضرائب مش هيك؟ مش بأكد لا لا مش صح وإرار يوقف لا يكون هناك رفع للضرائب المفروض أن لا يكون رفع هناك للضرائب نحن نتحدث أخي أخي دقيقة الثقبة الأسود بالملف الضريبي سجنة الاقتصاد أنا ما بحكي أنت تعتقد صراحة أنت تعتقد أنه لا يجوز أن يكون هناك مس بأي ضريبة رفع لأي ضريبة نعم أنا بدي أحكي عن الملف الضريبي بمجمله الثقب الأسود بالملف الضريبي هو التهرب الضريبي وليس زيادة النسب على المواطني ولا على الشركات ولا على الأشخاص النسب على المواطني والشركات أنا بأعتقد الآن هو وضع جيد وأنا أقول أن الثقب الأسود في ملف الضريبة هو التهرب الضريبي ولا بد من وضع النصوص وتحدث الأستاذ مفلح وقال أنه ممكن بعض الناس ينحبسه أنا بأكد لك أنه إذا صدرت تعديلات وتم تغريض العقوبات على المتهربين ضريبيا سيتم إرسال ناس إلى السجن اللي هو الرئيس الوزراء قال أنه لن تستبدل بغرامة وفي هذا الصدد أنا أنفي أن يكون جميع الأطباء أو التجار متهربين ضريبيا اللي تحدث فيه الأستاذ مفلح يتحدث عن بعض الأطباء وعن بعض التجار الغير ملتزمين أنا أبدأ بالسانك وأنه يكون نوعيك متفقين متفقين أنا وياك بس أنا يمكن النسبة اللي بشك فيها أكثر من النسبة اللي بتشك فيها طيب أنا مرة أخرى الدكتور خير أبو صليك لا يرى ضورة لرفع أي نوع معنواع الضرائب ويرى أنه يجب معالج الثقب الأسود ألا وهو التهرب الضريبي في موضوع ضريبة الدخل نتحدث دائما عن طبق الفقيرة هاي معرفة لنا جميعا لكن الطبق الوسطى مفهوم مبهم أسمع وجهة نظرك وسامفلح ما هي الطبقة الوسطى وعرفها تعريف العلبي للطبقة الوسطى هي مجموعة الأفراد الذي يقعوا في أعلى مستوى الدخل المتوسط مثل كبار الموظفين المهنيين الموظفي الدولة هذول والآن يعني بعض الموظفي الدولة أصبحوا ضمن الطبقة الفقيرة لكن كبار الموظفين وأصحاب الدخول اللي يعني خلينا نقول بمعطيات الأردن تزيد عن 20 أو 25 ألف دينار في السنة بمعدل ألفين ضريبة الطبقة الوسطى الواقع على الفرد والعائلة العائلة أنا بحكي يعني وفقد قانون الضرب الحالي صحيح إنه إحنا مع فينا 24 ألف العائلة 24 ألف آه بس في أنت يعني طرق للتهرب الحكومي من كبول بعض النفقات السبب إنه الطبقة الوسطى زاد المبلغ اللي بنعرفها فيه إنه الخدمات الحكومية هي خدمات متدنية النوعية سواء يجينا على المدارس سواء يجينا على الصحة سواء يجينا على التعليم الجامعي النقل كليات هذه أسباب تجعل أعباء الطبقة المتوسطة أكتر بسبب إنهم بدهم يفتشوا على خدمات بديلة بياخدوها من القطاع الخاص فلذلك أعباء الطبقة الوسطى الآن زادت وبالتالي معدل دخل هذه الطبقة بحدود 25 ألف دينار هو حد معقول بداخل سنة إلى الأسرة هو حد معقول لتعريفهم طيب تتفق مع هذا التعريف؟ يعني للتعريف خلينا نمشي بالناحية النظرية بالأول وبدأ أخذ نظرية ماكس ويبر العالم الألماني اللي قال إنه الطبقة الوسطى هي التي تأتي بين الطبقة العاملة وبين الطبقة الغنية وعند منتد الاستراتيجيات فترة من الفترات عرف الطبقة الوسطى في الأردن بأن هالطبقة اللي داخلها لا يقل عن حدين خط الفقر اللي يعتبروه 500 دينار ولا يزيد عن أربع أضعاف يعني من 500 من ألف دينار إلى 2000 دينار بالشهر داخل الأسرة هذه الطبقة اللي تقع بين الأل دينار و 2000 دينار تعتبر الطبقة الوسطى نيجح ننافق بل نحن نعيد نناعنا التعريف نحن بنا نحن 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 ندر rendered الآن الضبق الوسطى كمان يوجد ت Sedle привет الطبق الوسطى الدنيا. و الطبق الوسطى و الطبق الوسطى العليا وبالتالي عندنا نقول 100 دينار ن 일� Jean Drak عبر، و عندنا نحن نحن نعحده عن 5000 دينار نحن نخonderه عن الطبق الوسطى العليا باختصار هي الطبقة التي تكون أكثر من الطبق العامل وأقل من الطبق الغنية وهذه يتضم غالباً المهنين كالأطباء والمحامين والمهندسين والمعلمين القدماء معلش أنا أسأل سؤال بك بس سريعاً وجاب سريعاً أنه وقت يبدأ أهمني طبقة الغنية أي طبقة؟ اللي قديش دخله فوق الـ 25 ألف غني؟ يعني هذا الأغراض التعريف لغير التعريف الضريبة اللي بزيد عن 2000 دينار بالشهر يعتبر طبق غني طبعاً الطبق الغنية كمان فيها ثلاث طبقات فيه الطبق الغنية وفيه الطبق الثري وفيه طبق البرجوازي يعني إذا بدنا ندخل بأن ناهي النظرية الحقيقة فيه هناك تصنيفات كبيرة وكبيرة جداً حتى الطبقة الأقل من الطبقة الوسطى لطبقة محدودية الدخل وقبل أي يومين أو ثلاث أيام كان هناك تحليل في جريط الغد استند على مسع السكان لعام 2013-2014 وحدد الطبقة المحدودة الدخل اللي هي أقل من 813 دينار وأكثر من 600 دينار بهذه الطدود أنا بس بدي أكد أنكم تفقتم أن تعريف الطبقة الوسطى هي الطبقة اللي لا يقل دخلها عن 25 دينار سنوياً العائلة وهذا التعريف متغير لأنه كل ما زادت تكاليف الحياة كل ما صارت الطبقة الوسطى إما في تآكل أو تتحسن دخولها إذا ما تحسنت دخولها تتآكل الطبقة الوسطى وهذا الذي يحصل في الأردن أنه يعني على البنك الدولي في هناك فقراء إن الترانزيشن أنه ثلاث شهور عفواً طبقة متوسطة ثلاث شهور بالسنة طبقة فقيرة لما تيجي موعد أقصات المدارس وموعد أشهر المصاريف أو إذا بصير عندها حالة مرض الأسرة يعني أنت الطبقة الوسطى يعني تشهد الأردن ضغط على هذه الطبقة الوسطى طيب ليش؟ من الدرائب اللي أنت Left, Right and Center اللي بتأخذها الحكومة منك سواء على البنزين سواء على المأكولات يعني المعفي من الضريبة بتلاقي بتلاقي لك هي بتفعله 10-15% بس أنا اسمح لي في هاي الصدد أحكيه شغل صغير 30 ثاني 30 ثاني كمان يعني الطبقة الوسطى يتحدث بحجم الأسرة يعني الأسرة السكان سواء صغيرة أو أسرة كبيرة معدل الأسرة في الأردن حوالي 4.7% وبالتالي أنا تعريفي للحالة الأردنية للطبقة المتوسطة التي تستطيع توفير 10% من قيمة دخلها اليوم 34% من قيمة الدخل بروع على الغذاء و 32% من دخل الأسرة المتوسطة رايع على النقل والصحة والتعليم و 26% رايع على السكن وملحقاته بمعنى أن الطبقة الوسطى في الأردن توفر فقط 8% أنا بعتبر الحالة الأردنية إذا استطاعت الطبقة الوسطى توفير 10% من دخلها فيتنتقل إلى الطبقة الوسطى كل واحد من الطبقة الوسطى بيطلع على الطبقة العليا بنزل مقابله 10% بنزله على الطبقة الفقيرة دكتور أنت عم تحكي على الطبقة الوسطى و تطلع على مديونية الأفراد الآن هذا الآن تأتيج تعجز عن كفاية الدخول هذا يحتاج إلى حوار آخر وأكيد رح نفتحه مرة أخرى و شكرا لكم و ضيفي كلمان شرفتوني بأهولة إلى هنا و مشاهدينا و وصلنا نهاية حلقة الليلة من نبض البلد رؤية كما اهتموها كانت ولا تزال بس تبقى دائما معكم منكم وإليكم فالأردنية رؤية تصبحون على خير ترجمة نانسي قنقر